من جانبها أكدت الصحة الفلسطينية أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ونشدت بتقديم كل أنواع الدعم لمستشفى القدس بغزة وضفت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال قصف قافلة في طريقها لمستشفى القدس مؤكدة أن المستشفى يأوي نحو 14 ألف نازح بداخله ووفقا للقاهرة الإخبارية أشارت إلى أن وضع مستشفى القدس حرق على صعيد الغذاء والمعنى